السلام عليكم يا شباب. فيديو قصير وسريع. بالنسبة صارت يعني المشاكل اللي عب صير بالبوب جي ستيم. فالبوب جي ان ازا انت فتحت اللعبة فاكيد راح تشوف يعني مثل اشي يعني يتهيأ لك انه تحديث. بس هدا مش تحديث. هدا عشان اصلاح المشاكل اللي صير باللعبة الكراشات وما بعرف ايش. فهم احط لك اتنين خيارين. وفضل انك تطبقهم اتنين تم عشان تحل المشكلة هاي. اول خيار في ريفي انجنتري هاي شلون تسويها. هدا اول خيار اللي انت ممكن تسوي عشان يساعدك اه بهالشي هاد. فانا صراحة بصراحة سويته كتير. فما عطى يعني ما عطى اه اداء حلو يعني بصراحة. يعني كانت واجهني نفس المشاكل بكل مرة. فشون انك تسويها الخيار هاد يعني شون تطبقه. انك تروع على اللعبة نفسها بموقع الستيم. بتضغط كبسة يمين. اه وبعدين اه لحظة اه الخصائص. اه راح تجيون على الخانة اليسار. اه على كلمة وراح منتماكم شايفين هاي عشان يعني يسوي لك اه ما بعرف تهيئة للملفات او هيك اشي تقريبا. المهم ازا ضغط عليها هيك فراح يبدأ ولا حتى يخلص لحتى يعني هو بنفسه خلص يقول لك فينش عطي فينش وانتهى الموضوع. هدا اول اه شارة ممكن تسويها. التاني الشغلاء عا بيقول لك اتوقع بالجملة مع اي اه يقصدون انك لازم تنسح اللعبة خالص وترجع تنزلها من اول وجديد. وانا سويت اشيها بصراحة لانو غالبا اه مسح اللعبة نهائيا ملفاتها وتنزيلها من اول وجديد دائما يحلل لك كتير مشاكل بصراحة مو بس يعني الكراشيات خاصة يعني ازي صراحة بصير عندك دروب اف بي اس ولا اشي. فا اه كل التحديث هي لنزل ملفات كتير فما بعرف ازي اشي صحيح فا الملفات يصيرون يعني كتير على بعض وهيك. بصير شوي تخطاء بالسيستم او بالنظام بتاع اللعبة والملفات. فا اه هاي الخطوطين ممكن انك تطبقها عشان اه الكراشين كما كم شايفين برضو كان بينها. عشان تحل مشكلة الكراش او اشي يعني اشي مش مش مزبوط باللعبة لانو انا بصراحة كنت لعب اللعبة وكان الاف بي اس عندي انا بالعادة الاف بي اس عندي مية واربعين مية وخمسين. لكن امبارح كان تحت المية يعني اه وبالبالا يحن وصل لس للسبعين واللعبة تهنق ما بعرف شلون. وحتى البينغ صار يعني يوصل الاربعينات بالاربعين خمسين. بعض الاحيان نادرا ما يوصل لهي شي هذا. لكن غالبا يعني اغلق تقريبا اغلب الاوقات كان بين الخمسة وعشرين وثلاثين. اكيد يعني البينغ ناصي بس انا بالعادة بنغي خمسة عشر عشرة يعني ما حتى لو صعد البينغ ما يصعد فوق العشرين. فهي يعني اه الطريقتين عشان تحلو مشاكل اللعبة الكراشات وماء كراشات واشيارات الدول. ففيديو قصير شباب بمثل ما قتلكم. شوفوا جربوا هالطريقتين ان شاء الله تحلو مشاكلكم. السلام عليكم. ولا تنسوا اه الفيديو الجاية عن اه اه مامو التطلبات اه يعني موصفات عشان تشغلك بالبوبجي ستيم. اقل ايشي لازم يكون متوفر عندك والمنصوح به والافضل. فان شاء الله راح يجي فيديو عن قريب. اه بكرة اتوقع. فاشترك بالقناة فعلى الجرس وحط لي لك اسفات من الفيديو. السلام عليكم.